انتهت والصورة اللي جيت بلي هي صورة مكاتب التشغيل في تونس اللي هي كاريكاتور للبيروقراطية التونسية ان له هذا كيفاش تعمل في حاوة انت ده مستحيل باب بيروك تلقى روحك واجها لواجه مع البيروقراطية سي سوفيان كيفاش تعمل انا من التصريحاتي الاولى قلت انتهاء الدور التقليدي الكلاسيكي لبيرو التشغيل انه يستقبل يعني باحث عن الشغل ويروها طيب ما عاش نحن في عاصر رقمنا ما عاش محتاج عاصر على العمل باش يمشي لمكتب الشغل باش يسجل انه بطال اما تقوم مكتب التشغيل بدوره في حلقة تواصل حقيقية مع المؤسسات في مرافقة حقيقية ليعاصر على الشغل ولا ينتهي الدور يعني قاعدين ندفوا فلوس وكروات بتورهم زيد واعتقدة تصلت لي بعض مكاتب التشغيل في اتجاه اتصال مباشر ومتابعة ميدانية ان العقلية يجب ان تتغير صحيح لانه وهذا مرتبط بالبيطالة اللي اليوم معناها حسب التقارير 275 ألف تقريبا عاطل جديد بش يجيونا في جرة أزمة الكورونا لكن هات نقوله اللي وضع التشغيل ولا وضع البطالة في تونسو مش وضع التشغيل ما كانش وضع به من نسله معناها قبل كنا نلعب على الأرقام معناها طريقة احتساب شكون البطال يلزموا يكون مخدمش في الستة شهر لخلاني الحسيلو طريقة احتساب شكون البطال اتغاط على شكون البطال فعلا لكن عمرها ما كانت باهية وضع البطالة في تونس والحلول اللي توضعت هذه معناها منحة أمل منحة الدراش نوة لكلها حلول ترقيعية السؤال بسيد وقتيش ولا حانش الوقت بش نطرحوا موضوع بكل جرأة بكل شجاعة موضوع صندوق البطالة في تونس اشتركوا في القناة